اشتركوا في القناة بالاضافة كمان للطلاب المشاركين واهلهم الجوائز كانت من نصيب عدد كبير من الطلبة اللبنانيين وكانت عبارة عن ادوات سينمئية حديثة زي الكاميرات الدجتال لتشجيع الفائزين انهم يستمروا بتقديم افلام مصورة الموثل اللبناني جورجي خباز كشف لكاميرو عرب بود مدى ساعدته بفعاليات المهرجان وكمان بالاعمال الفنية اللي قدمها للطلبة اي دا مهرجان بيعني لنا كتير انا اصلا مشارك فيه قبل كضايف ومشارك فيك عضو بلجنة تحكيم واشتقنالو لانه صاروا يمكن كزا سنة واقف ولكن رجع رجع متل الاول واحلى ونشكرون انه رجع المهرجان لانه في صحة ساقفة وفي صحة تعبير وابداع وبيبشر بجيل جديد عطول جيل بيبشر بالخير وبيبره انه البلد بألف خير جوش خباز كشف لنا كمان عن اعماله الفنية جديدة بذات انه مهتم جدا بالترويج للسينما اللبنانية في كل الدول العربية عم حضر مسرحيتي جديدة نالرات بتبلش بأول كنون الاول من مسرح شاتو تريانو كمان عم حضر فيلم جديد اخراج امين دورا انتاج توكيز نفس التريو طبعا دي من كتابتي وبطولتي ان شاء الله نبلش تصوير قريبا جدا السينما اللبنانية تطور كبير ملحوظ ان كان من ناحية الكام او حتى نوعية انا جدا فخور وان شاء الله رح تشهد السينما اللبنانية اذا بدك عصر ذهبه هالفترة هاي ده بواسط الاكاديميات اللي عم تعطي السينما متل ملازم بواسط مبدعين بحاجة للتعبير من خلال هالافلام وكمان بين الفنانين اللي شاركوا في فعالات المهرجان وتم تكريمهم المسل لبناني كالوس عزار واللي كان حريص على مشاركة فعاليات هيدا المهرجان بعز علي شخصيا كتير لانه انا من عدد من السنوات كنت انا عم قدمه كمان عم قدم الحفل وهو من هيدا صرح ثقافة يعني مشكورين عليه كتير ستريما وسلايمان باك وكل اللجنة الخاصة باهدينيات لانه عم يقدم مستوى كتير حلو عم يدعم طلاب عم يدعم أفلام عم يدعم زبدك يعني الفن من كل جوانبه دايما الجايزة بتاعتي هيك بتحفزه للفنان يعني بتاعتيه دفع بتحسسه انه في حدا عم يشوف في حدا عم يرائب في حدا عم يحييه على شغله وتعبه بتعرف انت خاصة ان احنا بمجال تمثيل قدات تعب يعني كمية التعب كتير كبيرة بتكون كالوس عزار قدر ان الحاقة نجاح في لبنان من خلال مسلسله وين كنتي واللحاقة مشاهدة عالية جدا عند المواطن اللبناني في الفترة اللي فاتت اعلى نسبة مشاهدة بالوقت اللي عم ينحط فيه وتاني اعلى نسبة مشاهدة على كل الشاشات اللبنانية بالشهر الفضيل مبسوط اكيد مبسوط بس هذا الشي ببرهن انه انت اليوم لما تعمل عمل جيد من كل نواحي العالم بدا تحبه اتضح انه بلبنان العالم بتحب الدراما اللبنانية اكتر من غيره بس مش معناته انه فيه معركة مش معناته انه فيه حدا ننهزم وحدا نربع انه هدا حديث منه منه كيف فني اما مؤسس مهرجان سينمائيات ريما فرنجية فكلمتنا اكتر عن المهرجان وعن تكرته والسبب من تأسيره الفكرة كان ربنرجع ندخل على موضوع السينما ولقينا وين افضل ان نفوت على الموضوع من خلال الشباب وكان اتصالنا مع كل الجماعات باللبناني اللي هن عشر جماعات اللي بيقدموا بدرسوا تلميز السينما والاخراج وطلبنا منهم يبعثوا لنا كل جماعة افضل فيلمين عندهم لحتى من هالافليم نعمل نوع من منافق من مباراة وننطلق منها للافضل ومثلا بيقولوا نمسك معهم ونفوت ان الله راد على العالم على خلق علاقات لهالافليم ممكن مشاركة بمهرجانات برات لبنان لحتى نكون بداية شي حقيقي شي واقعي ريمة فرنجية هي كمان مسؤولة عن مهرجان اهدانيات الدولي الفنون ولا يقام في شهر يوليو اللي جاي في لبنان سألناها عن المهرجان وكشفتنا كمان عن النجوم اللي هيشاركو فيه نقلر بالسينما يفتتح مع السيدة ماجيدة الرومي بـ 22 تموز في عنا القيصر كادم السهر في عنا ليلي مميز كتير لاتيني مع طاقة رأسه طاقة كتير قوي في عنا اوبرا مع كونشارتو دالاستالي في كتير في كمين مواهب لبنانية راح يكون فيه دعم لقلا بقى في كتير امور قابلنا كمان ممثل لبناني باسم مغنية وكلمنا عن رأيه في فعلات مهرجان سينمائيات السنة دي موجودي هون هو لان انا بحس حالي انتمي لهذا الشيء اللي عادة عناصر ان انا ممثل وبدك مخرج وبنفس الوقت هيدا المهرجان بالذات لانه فيه كان تواصل قابل معه فانا بحس حالي انه جازق من هيدا فكر مالك انا وهذا شيء كتير مهم لانه حصرت في عنا نهضة بالدراما بالسينما بحاجة لدم جديد لناس جديد اكيد بعتقد بين هالافلام انه ما يكون في شيء عبقر يقدر يعملنا شيء بالدراما للنانية ويحسنا بس المغنية رغم انه اعتذر عن اعمال درامية في رمضان الا انه مشارك في عمل درامي لبناني بعد رمضان كلمنا عنه وكلمنا كمان عن رأيه في الاعمال الدرامية اللبنانية في رمضان ان شاء الله بعد رمضان دغري بشققتان على البي سيو رمضان عرض عليك مشاهلي ما كانوا مثل ملازم يعني فما حبيتكم موجود في فرحة هدي السنة لانه حضرت اعمال لبنانية متصدرة والنسك اللي عم تحضر من ياريات لا مش انا لا وان كنتي ومبسوط يعني حتى اذا بدك الخمسيات اللي عم يعملوها صاروا من سرخة روح اكتريتهم لبنانية فمبسوط انه صاروا مسل لبناني عم بيقدر يكون موجود بقوة بشهرات واخر لقاطنا فعليات المهرجان كانت مع ممثل لبناني شاربل زيادة والاشتراك السندي بعمل درامية رمضانية وهي مستثل نص يوم ومستثل جريمي تشغف الانتس اللي علاقة بالفن والسينما اكيد بتعطينا شوية هيك انرجي بتعطينا شوية امل انه فيه ثقافي بالبلد مش بس سياسي ومشاكل اللفتي حلوة من مهرجان السينمائيات واللفتي حلوة الاحسن من السفارة الاسبانية تستقبل هذا الشي عندهم هون دوري بنص يوم هو دور اساسي بناء مشاريمة شغف انا جايد ديف شرف يعني بكم حلقة بنص يوم التجربة كتير حلوة المخرج سامر الارقاوي شغل معه كتير حلو هيدا اول مرة بيشتغل اناوية والتيام الحسن فنان تايم الحسن كمان شخص كتير لزيز والتعامل معه كتير منيح وفيري بروفاشنال ندي نجام كمان وكل الكرو اكتشلي كتير منيح انا مبسوط بدوري لانه الدور حلو والمبسوط اكتر فيه انه الناس عم تحضروا مش بس بالبنان يعني انا عم بعرف فيدباك من دول عربية بيحكونا على الفيسبوك بتعرف انت بالسوشيل ميديا وبيحكونا